السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاكم يا شباب أتمنى أن تكونوا بأفضل حال تحس أن الواحد نفسه ترتاح تحس أن الواحد يشعر بأنه هناك هم ونزاح من عنده مع أننا كنا نشجع هذا الرجل عندما جاءه في أول سنة له ونعتبر أنه نفس الذي عمله في أيكس سيعمله ولكن لدينا إمكانيات أكبر فبالتالي سيتعمل بشكل أفضل ولكن تقتل رياحه بما لا تشتهن سفنه وفي النهاية يقال إيريك تنهاج ما هي الخطوة التي ستعملها في الفترة القادمة؟ هذا هو إيريك تنهاج والخطوة القادمة فأنا سأضع لايك الفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونيتد ونتحدث عن رحيل إيريك تنهاج دعونا أتكلم عن نفسي أولا بصراحة أنا أشعر فرق كبير سأقول أنت متأخر في الخبر وبعد ما كل الناس ألته سأقول لك لكن الخبر الوحيد منتظره في الفترة السابقة فترة ما قبل التوقف فترة التوقف وما بعد فترة التوقف هي إقالة إيريك تنهاج نسبة إلى ما يحدث منه على أرضية الميدان وبما أني ما تمش أي شيء كده يدل على أني فيه قل إيريك تنهاج قريبة فالواحد بيرجع من شغله ينام وملهوش دعوة بالأخبار ويبقى أخر اليوم يشوف الدنيا جرا فيها لو كان هناك ماتشات يتبرج على الماتش ويجيب أخبار الماتش ويتكلم عن الماتش فعشان كده الوحيد كان نايم صحي حتى لما صحيت ما حبتش أن أدور على أي شيء في النت وبالصدفة لقيت الخبر قدامي بالصدفة البحثة أنا واحد من الناس لحد نهاية الموسم اللي فات قبل نهايته تقريبا كنت بدعم إيريك تنهاج ولكن أخر الموسم قلت لازم يرحل إيريك تنهاج لسبب واحد وهو سبب العناد لأن أنا كنت شايف أن إيريك تنهاج قادر يلعب بأسلوب الغاية تبرر الوسيلة فاز على السيتي في كاسل الاتحاد بأسلوب الغاية تبرر الوسيلة فاز على نيو كاسل بأسلوب الغاية تبرر الوسيلة فاز على أسطن فيلا بأسلوب الغاية تبرر الوسيلة إن أنا مش هلعب جيم أكون في أنا الفريق الأفضل ولكن أنا الفريق اللي حيحصل على نتيجة ولو كان عمل ده بشكل أبكر كان ممكن تلاقي أن مونشستر يونيتد مع تراجع النتائج بتاعة توتنهام وبتاعة أسطنفلا ببعض الوقت وهكذا كنت تلاقيه في دوري أبطال أوروبا فقلت الراجل ده فيه في الزمان وفيه كذا 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 بيعمله وأكتر حاجة هي العناد إنه هو بيعني في الشيء اللي أنا عايز أعمله أنا هعمله بالطريقة دي بعيدا عن أي عناصر متدخلة أخرى أو مؤثرة أخرى من الخارج أو مين اللي أنا بلعبه وقلت متى تخلى عن هذا العناد الراجل ده؟ هيقدر إنه هو ينجح في منشستر المجد هل قدر إنه هو يتخلى عن العناد بعد دعم الإدارة لي وبعد تمديد السنة الإضافية لي؟ لا بنشوف إن إيريك تنهاج بيستمر بنفس الأسلوب هو أنا عندي فكرة هنفزها الفكرة دي نجحت أهلا وسهلا الفكرة دي ما نجحتش أنا ما عنديش أفكار أخرى بل إن كل فريق قصادك بيلعب زي مثلا مستهام مبارح كان الشوط الأولاني مستبح وتقول الشوط الأولاني يخلص سبعة ستة سفر عند معدل مدربه بعض الأشياء عنده وما بقيش فريق أفضل بالمنظور اللي أنت تقول عليه لا يوجد عندهم أفضلية شوية عما كانوا عليه عن الشوط الأول خلاص فأنت فيه أشياء عندك بقى فيها أفضلية لهذا الفريق واستهام فيها قصور عندك لماذا لا نعدلش الدنيا؟ لا لا نعدلش الدنيا سيب الدنيا زي ما هي إحنا مترجعين يخلص الى اخ continuات خلاص بنا وبعد يأتينا لن نستيقั่بر High Weigh تفاوى في الساتре يعيش هذا الفريق قادر علي يوسط فنговنا فكرة نجحت من الأول مساة صيدة نحا أخبر اِصلا بالناني لوpt' chato milyam الشوط على أولاني رأينا بواسزاء ما نفايز ساعدل الدنيا فكرتي ماشي يا حبيبي اتعدلها بحيث ان تكون فكرتك افضل لا فتضح لك ان انت بعد ان تلبس الهدف وتنزل كازاميرو جنبه وجارتي تلاقي ان فريق عدل ان فكرتك كانت سيئة وبتحس فعليا ان هذه الأفكار ليست جاية من إيرك تنهاج تحس ان الفكرة الاولانية هي جاية من إيرك تنهاج لكن التعديل على هذه الأفكار جاي من حد اخر لان هذا الراجل عنا هذا الراجل انا بالنسبة لي كرهني في كل شيء اهولندي حتى منتخب هولندا اللي انا بشجعه فشكرا ايرك تنهاج لا يسعنا الا ان اقول شكرا ايرك تنهاج على الفترة اللي انت قضيتها شكرا على الكرباو شكرا على كاس الاتحاد وربنا يوفقك في اي حتة تانية بعيد عننا دلوقتي ايه الخطوة اللي اصاد الادارة ان هي تستخدمها اصاد الادارة تلك طرق لا غير لهما تعيين مدرب بشكل دائم حاليا في الوقت الحالي وان كانت الاقالة في النظري هي في وقت خاطئ كان المفروض ان هي تتم قبل كده وفي وقت يكون فيه توقف دولي عشان مهما كان الاسم اللي حيمسك حتى لو كان مستر رويل المستمر معك حاليا كمدرب مؤقت يبقى عنده وقت ان هو يتكلم مع اللعيبة يبقى عنده وقت ان يوري اللعيبة دي بعض من افكاره او بعض من تكتيكاته في وقت هو مش مضغوط فيه بمبارياتك انت حاليا مضغوط ان انت ستلاعب لسطر في الكاس وراها تشيلسي وراها لسطر في الدوري غير المقشاط الاوروبية اللي في النص تمام تمام يبقى انت تعاين مدرب دائم على طول مباشرة كمثال شافي اللي هو كتر الكلام عليه مؤخرا او زداد الاثنين دول مدربين قاعدين مبرع الدكة لا بيعملوش اي حاج ممكن بقى تشطح معنا ونرح نجيب كله اه انا عارف ان هو ماسك المنصب بتاع لايفزيك ومعرفش ايه والكلام ده والريدبول والمواضيع دي وان هو درب ليفربول بس لو تقدر تقنيعه مثلا ممكن حل من الحلول او حد من الاشخاص اللي انت ممكن تيجي تقول ان هو يمسك في نص الموسم يتعرف على الفريق في نص الموسم ومن الموسم الجاي نبتدي نتحاسب بقى ويبتدي يشتغل شغله الفعلي الشيء الثاني ان انت هتعاين مدرب مؤقت اللي هو نستروي حاليا على انه يستمر مدة من الزمن غالبا تكون مثلا لحد الشتوية لحد لما تقدر تجيب مدرب دائم تمام تقدر تجيبه من فرقته تستقدمه من فرقته وتقول له تعالى امسك مانشستر يونايت الحل الثالث ان انت تستمر مع هذا المدرب المؤقت لنهاية الموسم وفي الموسم القادم لكل حادث حديث لانه سيبقى على الاقل في اسماء مطروحة بالنسبة للمدربين اللي موجودين في فرق اخرى انهم في نهاية الموسم ونهاية عملهم انهم يتركوا هذه الفرق ويبقوا انهم احسن شيء بالنسبة للإدارة انها تستخدمه في نظري انا المدرب الدائم حاليا ليس مدرب مؤقت تقول لي انت ما بين شافي ما بين زيدان ما بين كلوب وحتى لو كنت تقدر تجيب مدرب من فرقته حاليا هاته ليه؟ هذا لكي انت لديك نوعية لعيبة نحن نعلم انها لا تستطيع ان تطلحها من معادلة التحميل في الهزائم والمستويات التي تؤديها برا المعادلة لا تستطيع ان تطلحها زي ما المدرب يشيل بس المدرب يشيل اكتر اللاعبة تشيل فعشان المدير الفني يتعرف على اللاعبته وياخد كمان معهم وقت كبير انت واخد اكتر من نص الموسم او نص الموسم كاملا لو جبتوا في يناير مثلا فبالتالي اللي عنده اي بيتامينات غير الرجولة بتظهر بيتامينات تانية زي بيتامينات الاستهتار بيتامينات اللامبلاء بيتامينات ما عرفش ايه هتظهر فيب انت عارف غنماتك عد غنمتك يا عم جوحة واحدة ايمن واحدة نايمة عرفت كل شيء عن اللاعبتك عرفت هم قادرين يؤدوا في سبيل المستوى بتاعك ولا لا في سبيل الخطط بتاعتك هل هم قادرين يوفو لك هذه الخطط ويؤدوها بشكل جيد ولا لا هل هم لعيبة تقدر ان انت تحملهم فوق ضائطهم ويؤدوا وتحت الضغط يؤدوا ولا لا في لعيبة بتأدي في بداية موضوع ان انت المدرب لسه جاي هتشوف اداء قوي جدا وتفرجوا على نستر ريب ويصاد ليستر سيتي ويصاد تشيلسي ممكن تلاقي مباراتين اجمل من ثلاث مواسم اللي عملهم ايرتنهاج انا عن نفسي واحد بذكر حتى الان بعد رحيل مورينيو وقدوم سلشار انا قلت بعظمة لساني انا اول مرة اشوف الفريق يتحرك بدون كورة فزنا ساعتها الخمسة على كاردر اول مرة اشوف اللعيبة تتحرك بدون كورة ما كنتش بشوف الكلام ده اول مرة تحس ان اللعيبة سعيدة في ارضية الملعب ما كنتش بشوف الكلام ده مع مورينيو واحنا بعد كده عارفين بقية القصة فانت ستشوف ده لكن لما يبقى عندك مدرب سيقعد مدرب دائم سيأخذ مص الموسم ده يتفاهم مع اللعيبة وبعد كده يقدر انه هو يبني على ده فاللعيبة ستظهر قدامهم ولو على الاقل في نهاية الموسم مش ستقدر تكمل الطبع يغلب التطبع مهما تطبعت ان انت بتقدي وان انت تحت الضغط متفل وان انت بتسمع كلام المدرب سيظهر طبعك في نهاية الموسم فيبقى ساعتها المدرب اللي معك قدر انه هو يحط كده ملف لكل لاعب ده بيقدي ازاي ده بيقدي ازاي ده بيعمل ايه تحت الضغط مش تحت الضغط انا محتاج ايه اضيفه على هذه التشكيلة ومحتاج اتخلص من ايه حيبقى عنده فكرة في النهاية لكن ان انت تيجي في نهاية الموسم تعاقد مع مدرب او تشوف ان نسط الروي ادى اداءات قوية فبالتالي تحوله من مدرب مؤقت الى مدرب دائم اولا المدرب اللي جايلك اول مرة ده من بره هو واخد فكرة من الفيديوهات هو معاش الاجواء ما شافش اجواء منشستا هو عارف ان منشستا رونايت تد ازفة من الزبت بس معاش الاجواء فبالتالي ما عندهش فكرة فبالتالي حتعامل مع اللعبة من الاول يقدر يطلع منهم اقصى ما يستطيعوا او ما يقدرش ده سيبقى على حسب التعامل وان هو يكتشف كل واحد فيهم ازاي ممكن تتعامل معه او ازاي طريقته بعد مدة تحت المدرب ستبقى المعايشة ده الاول مرة طيب تقولي بالنسبة للنسط الروي اقولك بالنسبة للنسط الروي هو مدرب مؤقت هو عارف نفسه ان هو ماشي فبالتالي لن يقصوا على اللعبة بشكل كبير جدا وده اللي حصل مع سلشار او ممكن يكون تعامل سلشار هو طريقته في التعامل كده لكن انت مدرب عارف نفسك ان انت ماشي جيت حل ازمة فمش ممكن اختلق مشاكل او اعمل مشاكل او اضغط على اللعبة زيادة عن اللزوم او اعمل اي شيء باعتقادي ان هو انا ممكن قدام يحتاجوني فما سيبش حاجة سيئة بيني ما بين الادارة بيني ما بين اللعبة لكن لو انت واثق ان انت مدرب دائم فانت خايف على عقدك خايف لا يشلوك مش خايف من انك تسيب حاجة وحشة انت خايف لا يشلوك فانت مستعد تعمل اي حاجة وحشة مع اي حد يظل ان انت تبقى يظل ان انت تقعد فساعتها هتلاقي ان نستور روي تعامله مع اللعبة لما يبقى مدرب دائم غير ما هو مدرب موقت فانت كنت مدرب موقت الدنيا حلوة وبنهزر مع بعض وعادي ومشي الدنيا ومش محتاجين حاجة من الموسم لما بقيت مدرب دائم لا يا حبيبي ما احنا هلمش حتى لا انا مش عايزك تمشي نفس الشيء هيجيلك نستور روي اقولك انا مش عايزك تمشي نفس الشيء بس انت ربيته على هذا خلاص في الفترة اللي كنت فيها موقت فانتظر منه فبصراحة كده اقولك انا محتاجين مدرب دائم من دلوقتي مهما كان من الاسم انا مش معترض على اي اسم ما عنديش اسم ان انا ارشحه اقولك وهو ده ما عنديش اسم ان انا اعترض عليه يعني والله انت لو جيت قلتلي زيدان والتشافي انا عندي تحفزات على كل واحد وحتى كلوب انا عندي تحفزات عليه حتى لو قلتلك كلوب اللي جاي ما فيش مدرب مش هيكون ليك عليه تحفزات لكن هل انت ممانع اي واحد فيهم؟ لا بتقولي يمكن المدرسة الاسبانية دلوقتي حلوة قوي وماشية وميت فلو 14 يمكن تشافي تيجي معاه واحنا نوفر له الفلوس ما وفرت لهوش برشلونة فنلاقي ان الولد قادر يقدي كمدرب لمونشستر رونيتد ومنشستر رونيتد يعود معاه والله الزيدان السبحة بسم الله ما شاء الله واخد ثلاثة دوري ابطال ورا بعض مع ريال مدريد هتو يمكن احنا عايزينهم دوري مش عايزينهم دوري ابطال يا عم ولو جو دوري ابطال وواحد دوري احنا راضيين اه والله احنا شوفنا كلوب انتشى ليفربول ازاي واقعادوا والراجل ده ما بيحتاجش نجوم وبيشتري لعبة وينجمها هاتو في ليفربول كان بيعاني ان هما يدفعوا له فلوس دفعوا له بس في الموسم اللي جابوا له فيه بانضايك وقالوا له بس بعد كده بقيت المواسم بتاعتك يا معلم اشتري لعبة على قدك اه انا عارف انه هو كان بيشتري لعبة 50 مليون و45 بس دور كده انهي الموسم صرف في ليفربول هتلاقي الموسم اللي جابوا فيه بانضايك وقال له صم مع بعض بعد كده ما كانوش بيصرفوا نفس الصرف ده او ما بيجبوش اسماء بالتقل ده او ان هو لما بيحتاج المدرب يروحوا جايبين له ارثر من له اللي اصلا ملعبش مع ليفربول جيوت صاب عندهم هو اصلا كان جاي اصابة وكان جاي يكمل يعني قالوا له مستشفى ليفربول احسن من مستشفى اليوفي فاجه فانت هتلاقي عندك تحفظات على كل مدرب لكن هتبقى راضي بعد اللي انت شفته بان حد يجي يدرب لو قالوا لك توماس فرانك جاي من برنت فوق يا سلام بيعمل اداء والله نونو سانتو جاي من نوتينجانفورس اتو ده ده نوتينجانفورس تمطلعين الفرقة الانجليزية فالف مبروك في النهاية الف مبروك لكل المنشط روية خلاص ايريك تنهاج رحل بلا رجعة تضروا الباقي بقى على العيد هل انتوا مستعدين تعودوا لمستويات البرايم اللي شفناها منكم عشان نقول ان ايريك تنهاج فعليا هو اللي كان معطل اللعيبة نكمل عليه شيله اكتر ولا انتم عندكمش الاستعداد ان احنا نشوف كل لاعب وقت من الاوقات كان افضل من اليوم مرة من الوقت الحال اللي احنا بنشوفه فيه و ساعتها يبقى احنا محتاجين نهدم و نبني من اول و جديد و نعيد نفس الحلقة من جديد اتمنى ان كل واحد يحس بالمسئولية حاليا في منشستر رونايتد و يحس بقدر الجماهير عشان يقدر يقدم لان احنا نمشي في نفس العجلة هي هي نجيب مدرب وبعد سنة ولا سنتين ولا العب فيه لا المعرفش ايه صعب عشر سنين او احداشر سنة دلوقتي كفاية احنا تربينا على الغالي وتربينا على الدوري وتربينا على الكاس بيكون دايما في جبنا كل موسم و حتى دور الابطال ما كانش لنا اهتمام و عبنا على السير بعد ما مشي ليه ما جبت لناش دورة ابطالة لكن في فترة ما كان موجود كان مراضينا الراجل بالدوري والكاس الاتحاد و كنا تمام حمديني فنتمنى ان هذه الايام تعود قلنا دوام الحال من المحال ولو دامت اليك ما كانك قالت لغيرك منشستر سيتي فهي لن تدوم للسيتي و ستقول لغيره نتمنى ان يكون غيره لينا نصيب فيه كمنشستر الميت اتمنى ان اشوفكم باتم حال و اتم صحة والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته